واقع مأساوي تعيشه الطفولة في العراق بعد عام 2003 واقع تفاعلت معه عوامل سياسية وأمنية واقتصادية والشماعية حتى بات العراق ضمن أخطر عشر دول لعيش الأطفال في العالم وفق تقارير دولية آخرها تقرير للأمم المتحدة كان مخصصا عن الأطفال والنزاع المسلح في العراق غطى المدة من الأول من آب 2019 إلى الثلاثين من حزيران لعام 2021 التقرير أعرب عن بالغ القلق إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين تحتجزهم القوات الأمنية في العراق بتهم تتعلق بالأمن القومي مطالبا بالتماس بدائل للاحتجاز بموجب القانون الدولي كما أدرجت تقرير ميليشيا الحجد في إطار الجزء المتعلق بالأطراف التي لم تتخذ تدابير لتحسين حماية الأطفال باعتباره طرفا قام بتجنيد الأطفال واستخدامهم داعيا إلى التعجيل بإقرار مشروع قانون خاص بالطفولة في العراق يجرم التجنيد الطوعي أو القصرية للأطفال دون سن 18 عاما تقرير اليونسيف أكد أن حوادث التشويه والقتل للأطفال مستمرة في العراق معربا عن القلق من تأثير تلويث الأراضي العراقية بالمتفجرات والألغام من مخلفات الحرب والتي تعد السبب الرئيس لوقوع إصابات في صفوف الأطفال لكن التقرير كان محط انتقاد المراقبين الذين انتقدوا الأمم المتحدة ودورها الغائب المبنية على الإعراب عن القلق فقط متسائلين عن الدور الغائب لليونسيف في إنقاذ الضفولة بالعراق مما حل بها بسبب الانفلات الأمنية والنزوح القسرية الذين خلفا ملايين الأيتام والمهجرين فضلا عن استغلال هذه الشريحة والمتاجرة بها من قبل عصابات ومافيات التسول والاتجار بالبشر في بلد تحكمه الأحزاب والميليشيات وتعاني فيه الطفولة من الحرمان والفقر والنزوح والعمالة والتجنيد والمتاجرة فأصبحت الطفولة في العراق مغتالة في مهدها وضحية ونتاجا للحكومات المتعاقبة بعد عام 2003